أولاً قبل ما أبدأ في هذا الفيديو أنا بفتر رضي نقل شهادة فيديو تور والإنترنت المظلم لأنه هنا بس بأركز على فروق بين آي تو بي و تور فإذا ما شفت لك الفيديو راح شوفه تعالينا آي تو بي يقارن بتور بنقاط كثيرة كيف أن الشبكة مخفية يركز على الأمان يعيد توجيه بياناتك عن طريق أكثر من نوت أي أكثر من جهاز لكن مع عدة فروقات جوهرية أهمها أنها آمن وأسرع كمراجعة بسيطة حنا قلنا في فيديو التور والإنترنت المظلم أن تور يوجه بياناتك عن طريق ثلاث أجزة سأكل جهاز سماه نوت هذه الأجزة توجه بياناتك في الإرسال وفي الاستقبال آي تو بي يأخذ هذا كلام الخطوة قدام زيادة في إيش تسوي آي تو بي بدل ثلاث أجزة ست أجزة وبدل ما كلها في مسار واحد ثلاثة تكون لإرسال وثلاثة تكون للاستقبال طيب ممكن تفترض الآن أن تقول مثلا تور جدا 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 بطي وسبب بطءه أنه يوجه بيانات يعطيك ثلاث أجزة فأكيد آي تو بي في مرحلة غير قابل لاستعمال دامنا على ستة لكن في الواقع آي تو بي يمكن يكون نفس السرعة إذا ما كان حتى أسرع من تور لأن في آي تو بي ما في أجزة مستقلة ما في نودز يعني حين في تور في جهاز ثابت جهاز كمبيوتر جهاز بي سي أو سيرفر جهاز ثابت وظيفتها الوحيدة أن يكون نود على آي تو بي أنت ونود بشكل افتراضي على آي تو بي كل المستخدمين يعملون كنودز إذا بياناتك وبيانات غيرك بتمر عن طريق جهازك اللي يخلي الشبكة أسرع لأن كل ما استعمل ناس الشبكة أكبر الشبكة بتصير أسرع لأن الآن اللي يحدد سرعة تور أن فيه مئات الآلاف ربما حتى ملايين والله تقريبا في عشرات الملايين حتى بعد من المستخدمين على نفس الشبكة والأجهزة بالآلاف الأجهزة اللي يتمر عن طريقة البيانات هذه بالآلاف فالضغط عالي يعني لكن على آي تو بي عدد نودز هو نفس عدد المستخدمين إذن في حالة تثير آي تو بي يكون أسرع حتى من تور وهو آمن أيضا لكن أمانة يضيف سلبية وإيجابية قوية لأن في آي تو بي أنت داخل الشبكة الواحد داخل شبكة آي تو بي هذه على تور في شيء اسمه الأجهزة نود اللي هو النود الأخير في المسار اللي هو اللي يطلع بياناتك إلى الوجه اللي أنت بغاها الانترنت العادي والانترنت المظلم إلى آخرية في آي تو بي أنت عالق بالشبكة نفسها ما تجير تواصل مع الانترنت ما تجير تواصل خارج الشبكة اللي يخليه آمن لكن أيضا يخليه محدود أكثر لأن ما عد يستعمل آي تو بي لتصفحاتي العادية ما قداروح الموقع الشاعر زي تويتر فيسبوك إلى آخره وأنا الآن محكور داخل الشبكة هذي اللي بيخلي آمن نتذكر مثال الشبابيك اللي قلت عليه في آمن ومانع عروسات كل ما كان الشبابيك نقفل أكثر كل ما كنت آمن أكثر يعني كل ما كان في طرق أقل لتواصل مع العالم الخارجي كل ما كنا آمن أكثر لحن حنا معزولين تماما عن ترنت حنا منقطعين تماما على شبكة آي تو بي لكن هذا يحد على التواصل بينك أنت وبين الناس الموجودين على الشبكة يعني هذا يخليه مثالي إذا أنت تعرف عن موقع تعرف عن خدمة وهذه المواقع موجودة لأن في مواقع على آي تو بي يعني تبغى تتواصل مع موقع مع خدمة تبغى ترسل بيانات للشخص هو أيضا موجود على هذه الشبكة كده التميل عمليه ترسل إيميل بيانات تورنتينج هذه فكرة آي تو بي أنه يكون شبكة معزولة رثبيت آي تو بي كان صعب جدا 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 لكن مؤخرا صار بنفسه للتور على ويندوز فيه إنستولر تقدر تحمله واتثبت زي أطي أي تطبيق عاد وعلى لينيكس آي تو بي موجود في كل التوزيعات سوى أن كنت على توزيع مبنية على دابين في دورا وارش بتيجر تحصل آي تو بي في أبت ديف أو باكمان وعشان نحافظ على ماننا طبعا نفس الانصاح اللي أعطيتها في فيديو تور لا تشغل جابا سكريبت نهائيا أما مواقع تستكشفها في وصف هذا الفيديو بيكون في عدة مواقع نظامها تقريبا نفس نظام الهيدينويكي تعصل عليها مواقع أخرى تستكشفها